هذا البرنامج برعيات حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم بحلقة جديدة بموضوعية في عام 2006 بدأت خطة بناء مركز الملك عبدالله المالي أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياضة الذي يمتد على مساحة مليون وستمائة ألف متر مربع صمم مالي يكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة لكن مع مرور الوقت تباطأ العمل بالمشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع التكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين وفي أبريل من عام 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقلص اعتمادها على النفط وفي عام 2018 تم إطلاق شركة تطوير مركز الملك عبدالله المالي التابع لصندوق الاستثمارات العامة للإشراف على المركز وتنفيذ مراحله نتحدث اليوم عن آخر تطورات المشروع مع رئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي السيدة جاوتم ساشتال فأهلا بك معنا سيد جاوتم وشكرا على وجودك الليلة بموضوعية عندما نتحدث سيد جاوتم عن كافيد فهي أصبحت اليوم الواجهة التجارية لكبرى المؤسسات والشركات العالمية دعنا نبدأ بعملية الانطلاق للمركز والتي كانت من عام 2006 إلى الآن كيف يمكن أن نرى إنعكاسها على الاقتصاد السعودي وما هي أهميتها بالنسبة لاقتصاد المملكة تشهد البلاد تحولا عظيما وبالطبع نموا اقتصاديا ويمتلك مركز الملك عبدالله المالي مكانة كبيرة في هذا النمو بالعودة إلى عام 2018 حيث تم تشكيل شركة تطوير إداري للاستحواذ على الملكية من الشركة السابقة لها وتم منحنا تفويض لاستكمال هذا المركز وبعد مرور خمس سنوات نقترب من تسليم 95 مبنى تقريبا أي عقارات على مساحة 1.6 مليون متر مربع والجزء الجيد هو أن معظم هذه العقارات مجهزة بالفعل أو انتقل إليها المستأجيرون اليوم على سبيل المثال لدينا 12 ألف ونصف شخص يعيشون أو يعملون بالمركز لكن خلال الـ 12 شهرنا القادمة سيرتفع العدد إلى أكثر من 100 ألف شخص وبالتالي مركز الملك عبدالله المالي تخلق هذا النظام البيئي العظيم للأعمال والذي سيكون ركيزة للنظام البيئي للأعمال في الرياض مع المساحات التجارية وإقامة مستوى معيشة عالمي وضيفة حيث لدينا ثلاثة فنادق قيد الإنشاء والتي ستكون جاهزة كلها العام القادم وسيكون هناك خيارات الترفيه على سبيل المثال أول دار سينما في المملكة العربية السعودية كانت في المركز ولا تزال قائمة فيه ولدينا عقارات تجزئة على مساحة 220 ألف متر مربع وستكون وجهة المطاعم حيث لدينا خيارات على مستوى عالمي سيتم افتتاحها هناك ونتوقع أن يصل عدد زائرية المركز إلى 40 ألف زائر يوميا بعد عام إلى ثمانية عشر شهرا لكن سيد جاؤتم هل يمكن أن نقول بأن إنشاء الشركة في عام 2018 استطاعت أن تحل معها كل التحديات التي واجهها إنشاء المركز منذ عام 2006 حتى إنشاءها وبمرور خمس سنوات كيف يمكن أن نصف الإنجازات؟ هناك دائما تحديات لكننا ننظر إليها على أنها فرص وليست تحديات خلال الخمس سنواتنا الماضية كما قلت من قبل قمنا بتسليم 95 مبنى تقريبا وهذا إنجاز ضخم إذا أخذنا في الاعتبار أننا بدأنا باستكمال مشروعات مبنية من قبل فهذا ليس بالأمر السهل لكن ما حدث بعد ذلك مع كوفيد هو أن الجائحة كان لها تأثير كبير على المتعاقدين وقدراتهم على الآداء وآثار أخرى مثل التأخيرات وتزويد المواد وتأخير أشباه الموصلات وهي إمدادات تؤثر على كل شيء مثل أنظمة إدارة المباني إلى أنظمة التحكم في الدخول فلقد كان هناك أثر كبير حتى على النقل لكن تم حل كل هذه الأمور الفرصة الكبيرة هنا ليس ما فعلناه حتى الآن لكن ما سنفعله في المستقبل لأن اليوم 40% فقط من الأراضي قد تم بناؤها وفرصتنا في المستقبل هي البناء على 60% المتبقية من الأراضي هذا ما نركز عليه اليوم اليوم سيد جوتام ما هو المستهدف كحجم وعدد مباني وكيف ستتوزع ما بين مباني تستقطب الشركات وأيضا تجارية إلى جانب الفنادق ما هو العدد المستهدف لمجمل المباني في المركز يمكنني الحديث عما بنيناه حتى الآن على سبيل المثال لقد بنينا عقارات على مساحة 1.6 مليون متر مربع ومليون متر مربع منها مساحة عظيمة من المكاتب ولقد تم تسليم كل ذلك نتحدث عن الضيافة وهي فئة الأصول الثانية التي لدينا ولدينا ثلاث فنادق في المرحل المتقدمة مع استكمالها أي أكثر من 630 ألف متر مربع ولدينا كذلك المساكن كفئة أصول ثالثة إذن بحلول نهاية هذا العام سيكون لدينا ألف مسكن تقريبا وهي مساكن على مستوى عالمي مؤثثة بالكامل بجميع المرافق مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة وما إلى ذلك ولدينا عقارات التزيئة والمبنية على مساحة 220 ألف متر مربع تقريبا وعدد كبير منها سيكون خيارات مطاعم ولدينا بالفعل مطاعم على مستوى عالمي واحد من طموحاتنا هو خلق مدينة العشر دقائق أي توصيل جميع المباني نحن نبني الآن 42 ناطحة سحاب تصل إلى جميع الأبراج حيث يمكن المشي داخل الأبراج حيث يتم فيها التحكم بدرجات الحرارة وبها الكثير من خيارات التنقل مثل الحافلات التي تسير داخل المركز ووسائل التنقل صغيرة الحجم مثل سكوتر ونتطلع إلى سيارات كهربائية أخرى إذن نخلق كل هذه الخيارات ما يجعل هذا المكان حيا وفريدا للعيش والعمل ولا مثيل له في أي مكان في العالم السؤال الأبرز اليوم ما هي المحفزات التي يقدمها مركز الملك عبدالله المالي لجذب الشركات مقارنة بالمراكز المالية الأخرى اليوم عندما نتحدث عن نقل المقار إلى المركز حول العالم ما هي الميزات التنافسية التي تقدم للشركات لبناء المراكز الإقليمية لديها في المملكة بعيدا عن المراكز الأخرى هذا السؤال جيد جدا لكن دعيني أبدأ بالقول إننا نخلق نظام بيئي للأعمال قائما بذاته حيث لدينا جهات حكومية ووزارات وشركات عالمية وبالحديث عن الشركات العالمية هناك شركات قائمة في المركز بالفعل مثل فايزر وبيبسيكو وبوبا الشرق الأوسط ولدينا العديد من شركات المحامات وشركات الاستشارات وثلاث من أكبر أربع شركات الاستشارات سيتم افتتاحها في المركز كذلك إذن نخلق نظاما بيئيا للأعمال قائما بذاته ولدينا كذلك أكبر محطة ميترو داخل المركز وتتصل بالمطار الجوي مباشرة كما أن لدينا فنادق والعديد من خيارات المطاعم وهذا يعني أنه يمكن القدوم مباشرة من المطار إلى المركز والقيام بالأعمال فكل صناع القرار هنا على سبيل المثال يوجد مالكنا وهو صندوق الاستثمارات العامة في المركز إذن يمكن القدوم هنا والقيام بكل الأعمال داخل مكان واحد ولا يتعين عليك الانتقال في أماكن عدة في المدينة لإجراء أعمالك على الأرجح هذه هي أكبر ميزة نقدمها لكن هناك ميزات أخرى حيث ستنتقل الكثير من المقار الإقليمية إلى الرياض وهي بالتعاون مع وزارة الاستثمار إذن هناك فرصة كبيرة للشركات العالمية للانتقال داخل المركز المشكلة الوحيدة التي سنواجهها هي أن معظم المساحة التي تم بنائها واستكمالها قد تم تأجيرها بالفعل وهي مشكلة كبيرة إذن سيد جوتام هنا تتحدث بأن كل المساحات التأجيرية أصبحت مستأجرة من قبل الشركات هل هذا يعني بأنه ممكن أن نحدد الأرقام المتعلقة بحجم الرخص التي تنوون استخدامها حتى نهاية عام 2023؟ لن أتحدث عن التراخيص لكن كم كبير من العقارات المكتبية قد تم استأجارها بالفعل ولترجمة ذلك إلى الأرقام نتوقع خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة مجيء أكثر من 100 ألف شخص للعمل في هذا المركز ما هي نسبة السعودة سيد جوتام وعدد الوظائف الممنوحة للسعوديين ضمن المركز والشركة؟ هذا سيعتمد على الشركات الموجودة داخل المركز 83% من موظفين سعوديين وهذا يضع مركز الملك عبدالله المالي كشركة ذات التصنيف البلاتيني وهذه الديناميكية ستنعكس على أغلبية الشركات الموجودة داخل المركز أو التي ستأتي إليه أرجو أن تبقى معنا سيد جوتام ساشيتال وأنت الرئيس التنفيذي لشركة إدارة تطوير مركز الملك عبدالله المالي سنتحدث بشكل أوفى حول مستقبل المركز وانعكاسات وأيضا على الاقتصاد السعودي بعض الفاصل هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية أحييكم من جديد حوارنا الليلة مع رئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جوتام ساشيتال سيد جوتام كنا نتحدث عن أهم الفرص الاستثمارية لكن يبدو بأنه أيضا مركز الملك عبدالله المالي يطيح أيضا بعض الفرص العقارية أمام المستثمرين ما حجم هذه الفرص وإلى أي مدى يمثل القطاع العقاري جزء مهم من تطوير المركز؟ قمنا ببناء وتسليم عقارات إلى مساحة تقدر بـ 1.6 مليون متر مربع تقريبا منها من العقارات المكتبية وأكثر من 200 ألف متر مربع من عقارات التجزئة ولدينا ألف منزل وثلاثة فنادق على مساحة تقدر بأكثر من 630 ألف متر مربع يمتلك مركز الملك عبدالله المالي أغلبية هذه العقارات إذن نؤجر هذه المباني المكتبية للشركات ولدينا مزيج من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية كلها متواجدة في مركز الملك عبدالله المالي وهذا يدعونا للتساؤل عن حجم التعاون اللي عم بيسير اليوم سيد جاوتم مع القطاع الخاص كم تشكل المشاركة ما بينكم وما بين الخاص لإتمام تنفيذ المشروع حتى مراحله الأخيرة نركز اليوم على تطوير 60% المتبقية من الأراضي في مركز الملك عبدالله المالي ويمتد المركز على مساحة تقدر بأكثر من 1.6 كم مربع وما أنشأناه حتى اليوم يقدر بحوالي 40% من هذه الأرض ونلتزم بتطوير البقية هل نتوقع استكمال المشروع لنسبة 60% أن ترتفع مستويات التكلفة لإتمام مشروع المركز أم تصير خطة تمويل التوسعات فيه على النحو المرصود سابقا؟ هذا سؤال مثير للاهتمام ما سنبنيه على الأرض المتبقية سيكون مزيجا من الأصول سيكون هناك مزيد من عقارات التجزئة والضيافة وخيارات السكن وخيارات الترفيه وبعض العقارات التجارية إذن سيكون هناك مزيج من الأصول وفيما يتعلق بما إذا كانت ستتكلف أقل أو أكثر من المرحلة السابقة فإن هذا سيعتمد على ظروف السوق والعرض والطلب ونوعية الأصول وبالتالي سيكون هناك الكثير من العوامل التي ستسهم في ذلك هل يمكن أن نقول بأن ارتفاع تكلفة التمويل عامل أساسي باحتساب تكلفة إتمام المشروع برأيك؟ كل مشروعاتنا تضع افتراضات بناء على ظروف السوق أنتم تعملون أيضا على إنشاء مواقف ذكية في المنطقة الأولى بالمركز سيد جاوتم إلى أين وصل المشروع لتطوير المواقف؟ وما هو حجم المواقف التي يمكن أن نشهدها حتى نهاية عام 2023 لتلبية الطلب المتنامي والإقبال الكبير من الزوار على مركز الملك عبدالله المالي؟ هذا سؤال مثير جدا للاهتمام إذ كنا نسعى إلى إقامة مركز على مستوى عالمي بمستوى معيشة وخيارات عمل عالمية إذن نحتاج إلى استخدام التكنولوجيا وهذا ما يجعل مركز الملك عبدالله المالي سباقا في تقديم ما نطلق عليه مركزا ذكي وخيار المدينة الذكية وقد يشمل ذلك مواقف السيارات الذكية والإدارة الذكية للمباني والصيانة الذكية والأمن الذكي وهناك الكثير من الخيارات التي نتطلع إليها حاليا على سبيل المثال التعرف على الوجه والتعرف على لوحة أرقام السيارة وحجز موقف السيارة قبل الوصول إلى المركز إذن هناك الكثير من الخيارات التي نتطلع إليها حتى يكون هذا المركز ذكيا جدا ولضمان أن هذه التكنولوجيا تدعم المركز مثل الذكاء الاصطناعي بغرض تقديم خبرة ذات مستوى عالمي إلى عملائنا هل عملية تطوير المواقف اليوم تتم مع الجانب والقطاع الخاص سيد جاوتم؟ بمعنى هل تم أيضا الاعتماد على شركات محلية لعملية التطوير بالنسبة للمواقف؟ مركز الملك عبدالله المالي يطور مواقف السيارات ولدينا مقاولون محليون يبنونها من أجلنا ولدينا عدد من مشروعات البنى التحتية الجارية والتي ستزيد من عدد مواقف السيارات لكن إذا ما نظرنا إلى كيفية تطور المدينة على مدار فترة من الوقت فسيكون هناك متر وحافلات المدينة وسوف تجدين تلقائيا أن عدد مواقف السيارات التي أنشأناها سيكون ملائما لمتطلبات سكان المركز تقديريا سيد جالتم متى نتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل وأيضا ما هي الإيرادات اليوم نتحدث عن استثمارات ضخمة توجه من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة لجذب الشركات ما هي الإيرادات المرتقبة لإتمام هذا المشروع الإيرادات ستلبي توقعات المساهمين لا يمكنني التطرق إلى أرقام إيرادات لكن جميع مشروعاتنا لديها عائد منطقي للمساهمين لكن علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر فنحن نبني مركزا داخل المدينة والمدينة نفسها تتغير بشكل كبير حاليا يبلغ عدد سكان الرياض 7.5 مليون نسمة ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السبع أو العشر سنواتنا القادمة ويجب أن نبني العدد الملائم داخل مركز الملك عبدالله المالي لتلبية هذا الطلب وعندما نتحدث عن الطلب فإننا نتحدث عن المكاتب والمساكن والحياة الرأس مالية التي تتحول إليها الرياض وعقارات التجزئة والضيفة وبالتالي كل فئات الأصول هذه تم تصميمها وتخطيتها وسيتم تسليمها على نحو سريع سيد جاؤتم اليوم عندما نتحدث عن شركة بهذا الحجم لتطوير مركز الملك عبدالله المالي وهي الواجهة للشركات والمركز التجاري للعاصمة الرياضة إلى أي مدى هناك تفكير من الاستراتيجية للتوجه أيضا مستقبلا بعد استكمال المشروع لعملية طرحها بالسوق المالي هل يتم دراسة هذا الموضوع في الوقت الحالي؟ دائما ما نتطلع إلى الخيارات المختلفة ليكون هناك توازن بين مزيج التمويل الذين تلقاه سواء تمويل المساهمين أو أسواق الدين نحن نتطلع إلى خيارات مختلفة والهدف دائما هو زيادة عائدات المساهمين اتجهتم مؤخرا أيضا لتنويع النشاط بالنسبة للشركة إلى عملية التطوير والرعاية هذه المرة لراعب لاتيني بالنسبة لنادي النصر حدثنا عن هذه الرعاية سيد جاوتم إلى أي مدى هي مهمة بالنسبة للشركة التي ستمتد لثلاثة عوام ما هي تكلفتها أيضا اليوم؟ هل هي تزيد أعباء الشركة أم هي أيضا تم احتسابها سابقا ضمن التكاليف؟ هذه شراكة عظيمة مع تحول كرة القدم السعودية يحول مركز الملك عبدالله المالي أيضا مشهد الرياض من ناحية الأعمال والسكن وهذه الشراكة قيمة جدا لمركز الملك عبدالله المالي كما أنها قيمة للنادي وهذه الشراكة تساعدنا على تحويل علامة تجارية إلى العالمية إذن هي قيمة لنا وللنادي ومع تغير كرة القدم نغير وجه الرياض نعم الشراكة تمتد لثلاث سنوات كما أعلن سيد جاوتم لكن هل ممكن أن نستمر بهذه الشراكة حتى لسنوات أطول قد تخطط لها الشركة؟ هذه مناقشة سنجريها بعد ثلاث سنوات لكن في الوقت الحالي لدينا جدول مليء للثلاث سنوات القادمة في دعم نادي النصر والعكس صحيح أي دعم العلامة التجارية لمركز الملك عبدالله المالي قد يتساءل البعض سيد جاوتم لماذا اخترت نادي النصر مقارنتا بالنوادي الأخرى ضمن هذه الرعاية؟ لماذا وقع الاختيار على نادي النصر لديكم؟ لأن هناك الكثير من القيم المشتركة بيننا وبين نادي النصر هذا ما سنستثمره وكما قلت من قبل هذه شراكة ستدوم ثلاث سنوات وسنكتشف طرقا للعمل معا لدعم بعضنا البعض في هذه المرحلة سيد جاوتم ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي نشكر وجودك الليلة معنا بموضوعية كانت هذه جولتنا على آخر التطورات التي يشهدها مركز الملك عبدالله المالي والذي تديره الشركة لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل وملف جديد من المملكة العربية السعودية دمتم بألف خير هذا البرنامج برعيات